بعد وصول عدد الحالات المعلن عنها رسمياً إصابتها بوباء كورونا في اليمن إلى 34 حالة بينها سبع وافيات نشدت الحكومة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية مساعدتها لمواجهة الوباء ماذا تطلب اليمن؟ وما الذي بإمكان المجتمع الدولي إعطاؤه؟ وهل في حقيبته هدايا لهذه الأزمة؟ العالم الذي تأمل الحكومة اهتمامه قد لا يستجيب فهو مشغول بذاته وكل دولة غارقة في المرض والخوف وبحسب معطيات الوباء الجديد فالعالم لم يعد قرية واحدة والصورة كما تبدو أن فاقد الحيلة يطلب من ضعيف الحيلة التضامن والمساندة وزارة حقوق الإنسان أشارت في بيان لها واستناداً إلى تقارير طبية إلى وفاة وإصابة عشرات المواطنين في ظل تصدع النظام الصحي جراء استمرار الحرب والشح الإمكانات فانخفاض الاستجابة المجتمعية لإجراءات الحجر الصحي بسبب الظروف المعيشية المتردية يهدد بانتشار الفيروس وينذر بكارثة وبائية في البلاد فقد توقعت منظمة الصحة العالمية إصابة نصف عدد سكان اليمن بوباء كورونا بيان الوزارة طالب بتزويد القطاع الصحي بأدوات الوقاية ومد المستشفيات بالمواد الطبية وأجهزة التنفس كي يتسنى لها مواجهة الوباء وإنقاذ حياة الناس نظام صحي متهالك وسلطات متعددة وانقسامات سياسية ومرض جديد عجز العالم عن مواجهته فكيف ستكون اليمن؟ وأي مشهد ينتظر البلد الوحيد والمواطنين المتعبين من الحرب؟ شكرا